في مدينة الزارات الوقعة وسط واحات النخيل بالجنوب التونسية لا أسهل من العثور على بيت العم علي بن محمد العامري الشخصية الأشهر بين سكان مدينته بما أنه أكبرهم سنن ليس في الزارة فقط بل المعمر الأكبر في العالم وهو الذي يستعد للاقتفال بعيد ميلاده الماء وثلاثين بعد أقل من شهر أمري برشا وفي انتظار موعد الإفطار جلس هذا المعمر بين أبنائه وأحفاده ينتظر آذان المغرب ليتمم صيامه الذي دوم عليه دون انقطاع بعد أن فشلت عائلته في إقناعه بالإفطار في رمضان والله أنا في الأول كنت خفت عليه بشي يصور سنهار الأول ما يقش حتى يمشي نهار الأول أعتالي بقى حتى الماكلة متوازنة معاياك الماكلة متوازنة معاك ونهار الثاني ثالث دي باهي الحق نباس دي نرجم يصلي نرجم يمشي وصل يمشي وجيه لباس الحق هذا المعمر تحدث عن رمضان أيام زمان وقال بأنه لم يعد قادرا على تناول التمر واللبن كوجبة إخطار وأنه يحرس على تناول صحوره كل ليلة العم علي فقد بصره ولم يعد يستمع بشكل جيد ولكنه ما زال يتمتع بذاكرة قوية وبروح مرحة كذلك حيث يجلس يسامر أفراد عائلته ويقص عليهم أخبار السيرة الهلالية وأبيات من الشعر الشعبية الحكاية خاصة على الحرب العالمية لولا والثانية يحكي لك كيفاش تاريخ زيد البي وصف للبي كيفاش الحديث عن فارضة الصوم عادة ما يرتبط بقيم الصبر وقوة العزيمة ومغالبة النفس وكبت الشهوات قيم أبا العم علي العامري إلا أن يتمسك بها على الرغم من سنواته الثلاثين بعد المئة طرق شليغو اليوم على الحرة منطقة الزارات محافظة قابس تونس